الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار 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 حفاظ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آماء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آماء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آماء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا شقت السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آماء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن سبأي آماء ربكما تكذبان ولمن حاس مقام ربه جنتان سبأي آماء ربكما تكذبان دواتا أخنان سبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان سبأي آماء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان سبأي آماء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبر وجنى جنتين دان سبأي آماء ربكما تكذبان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأوم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخوج بالها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بخير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرسول رحيم وما لكم ألا تنفكوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله لقرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظروا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربستم وغطبتم وغرستم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم بداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقوموا كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمن فقسس قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يؤمن الأرض بعد موتها وغبيلنا لكم الآيات لعلكم تعقلون إنهم المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرباً حسناً يضاعث ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين جصروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم يعلمهم أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاعر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القصر ونباته ثم يهيد فتراه مصطرا ثم يكون حقاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من أهوان وإخوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من عرضنا كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعد ذلك الذين آمنوا بالنال ورسوله ذلك خطم الله يخطي من يشاء والله ذو الخطم العظيم ما أعطني المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مصال من فقور أن الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبطر ومن يتول فإن الله هو الغميل الحميل لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معه الكتاب والنزال ليقوم الناس بالقصر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغلب إن الله قول العليم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذليته من نبوة والكتاب فمنهم مهفد وكثير منهم فاسفون ثم قفينا على آتالهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلود الذين اتبعوا مرأ فتروه وربناه وربنا من يسلب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رخوان الله إلا بتغاء رخوان الله فما رعى الله أفكر عايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتثير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله بصور رحيم لألا يعلم أهم الكتاب لألا يقدرون على شيء من فصل الله وأن نلقص بيده ما يؤتيه من يشاء والله ذو القصف العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا يسأله ملك السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكلبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكلبان يرسل عليكم أشواهم من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حبيبان فبأي آلاء ربكما تكلبان ولمن خاص مقام ربكما تكلبان فبأي آلاء ربكما تكلبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما عينان تكلبان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكلبان فبأي آلاء ربكما تكلبان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إن صنقبلهم وذاجان فبأي آلاء ربكما تكلبان فبأي آلاء ربكما تكلبان كأن لهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكلبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكلبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكلبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما فاكهة ونخل ورمان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكلبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكلبان مدهامتان حور مدهامتان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأوم وهو العزيز الحكيم له ملق السماوات والأوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخوج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بخير له ملق السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفكوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرروف رحيم وما لكم ألا تنفكوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربستم وغطبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم بداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقوموا كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمد فقسسهموا بر وكثير منهم فاسكون وكثير منهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فهبيلنا لكم الآيات لعلكم تعلمون إنهم المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرباً حسناً يضاعف وأقرضوا الله قرباً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء إن ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين جصروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتخافر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث إن أعجب البسطار نباته ثم يهيد فتراه مصطرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعذت للذين آمنوا بالنال ورسله ذلك قطم الله يحطي من يشاء والله جل قبل العظيم ما أخاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل لأن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آساكم والله ما يحب كل مختار من فقور أن الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبق ومن يتول فإن الله هو الغميل حميل لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معمو الكتاب والميزال ليقوم الناس بالقفر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغلب إن الله قول العليم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذليته من نبوة والكتاب فمنهم مهفد وكثير منهم فاسفون ثم قفينا على آتالهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلود الذين اتبعوا مرأ فتروه ورفناه ورباني يسلب تدعونا ما كتبناها عليهم إن لبتغاء رخوان الله إن لبتغاء رخوان الله فما رعى الله فما رعى الله افكر عايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتسير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله بصور رحيم لألا يعلم أهم الكتاب لألا يقدرون على شيء من فصل الله وأن نلقص بيد الله يؤتكم من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلاء والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرك فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فبأني آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نباختان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأني آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأني آلاء ربكما تكذبان حور مقصودات في الخيام فبأني آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأني آلاء ربكما تكذبان فبأني آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأوم وهو العزيز الحكيم له ملق السماوات والأوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر وهو الغاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخوج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملق السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرروف رحيم وما لكم ألا تنفكوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فادرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وثربصتم وغطبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم بداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم ودئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقوموا كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمد فقسسهموا بهم وكثير منهم فاسكون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها طب بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إنهم المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء إن ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاعر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه ثم يهيد فتراه مصطرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعذت للذين آمنوا بالنال ورسوله ذلك قصم الله يحطي من يشاء والله ذو القصم العظيم ما أعطني المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آساكم والله ما يحب كل مصال من فقور أن الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبطر ومن يتول فإن الله هو الغميل حميل لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معه الكتاب والنزال ليقوم الناس بالقصر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوم العظيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذليتهما وجعلنا في ذليتهما النبوة والكتابة منهم مهفد وكثير منهم مرطا سكون ثم قفينا على آتالهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنزيل وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلود الذين تتبعوا مرأ فتروه ورحبا من يتلب تدعوها ما كتبناها عليهم إن لبتغاء رخوان الله فما رعا الله أخبر عايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتثير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله بصور رحيم لأن لا يعلم أهم الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فصل الله وأن وأن القطل بيده ما يؤتيه وأن القطل بيده ما يؤتيه من يتاب والله بالقطل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصط وما تخسر الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام ألا تطغوا في الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله يسأله ملك السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان دواتا أصنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إن صنقبلهم وذاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن لهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ... فبأي آلاء ربكما تكذبان عربان ربكبما يستحث فبأي آلاء الرحافي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو الأول والآخر والواهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخوج بالها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفكوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرروف رحيم وما لكم ألا تنفكوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يوموا 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 أنفسكم وتربستم وغطبتم وغرتتم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم فداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقوم كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمن فقسس قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها طه بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن هام الصدقين هام الصدقات وأقرضوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاعر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الفصار نباته ثم يهيد فتراه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورسوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعزلت للذين آمنوا بالنال ورسله ذلك خطم الله يحطني من يشاء والله ذو الخطم العظيم ما أغاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل وما في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آساكم والله ما يحب كل مختار من فقور الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبكر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معه الكتاب والنزال ليقوم الناس بالقفر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوم العليم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ظليتهم وجعلنا في ظليتهم النبوة والكتاب فمنهم مهفد وكثير من المرطى سكون ثم قفينا على آتالهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنزيل وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا مرع فتروه ورقناه ورباني يسلب تدعونا ما كتبناها عليهم إن لبتغاء رخوان الله إن لبتغاء رخوان الله فما رعونا أخر عايتنا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتسير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله قصور رحيم لألا يعلم أهم الكتاب لألا يقدرون على شيء من فصل الله وأن نلقص بيه بالما يؤتين من يشاء أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهم الرؤل والمرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمال فبأني آماء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأني آماء ربكما تكذبان يسأله ملك السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأني آماء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأني آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأني آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتخران فبأني آماء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأني آماء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأني آماء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأني آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأني آماء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأني آماء ربكما تكذبان دواتا أخنان فبأني آماء ربكما تكذبان 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 متكئين على فرش بطائلها من استبرك وجنى جنتين دان فبأني آماء ربكما تكذبان فبأني آماء ربكما تكذبان إن 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 فبأي آلاء ربكما تكربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكربان 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 تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأوم وهو العزيز الحكيم له ملق السماوات والأوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخوج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بخير له ملق السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرروف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربستم وغطبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم بداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يقوموا كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمن فقسسهموا برم وكثير منهم فاسكون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فهبيلنا لكم الآيات لعلكم تعلمون إن هام الصدقين هام الصدقات وأقرضوا الله قرباً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاعر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه ثم يكون حقاماً ثم يكون حقاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعذت للذين آمنوا بالنال ورسله ذلك خطم الله يخطي من يشاء والله ذو الخطم العظيم ما أعطني المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آتاكم والله ما يحب كل مصال من فقور أن الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبطر ومن يتول فإن الله هو الغميل حميل لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معه الكتاب والميزال ليقوم الناس بالقفر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوم العليم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ظليتهم المبوة والكتاب فمنهم مفد وكثير منهم فاسفون ثم قفينا على آتالهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنبي وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلود الذين اتبعوا مرأ فتروه ورفناه ورباني يسلب تدعونا ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رخوان الله إن بكغاء رخوان الله فما رعونا أفكر عايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتسير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله قصور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فصل الله وأن الفصل ليه ما يفكر وأن الفصل ليه من يشاء والله بالقصف العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخذات الأكمام والحبه العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلاء والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض أو كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرك فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آماء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آماء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آماء ربكما تكذبان لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آماء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأوم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والغاير والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يرج في الأرض وما يخوج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بخير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفكوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفكوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الولمات إلى النور وإن الله بكم لرروف رحيم وما لكم ألا تنفكوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فادرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم وثربصتم وغطبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقد منكم بداية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم ودئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحط ولا يقوموا كالذين أوتوا الكتابا قبل فقال عليهم الأمن فقسسهموا بهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها طب بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إنهم المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء إن ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كصروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاعر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الفصار نباته ثم يهيد فتراه ثم يهيد فتراه مصطرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعذت للذين آمنوا بالنال ورسله ذلك خطم الله يخطي من يشاء والله ذو الخطم العظيم ما أعطني المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تخرحوا بما آساكم والله ما يحب كل مصال من فقور أن الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبقر ومن يتولى فإن الله هو الغميل حميل لقد أرسلنا رسلنا في البينات وأنزلنا معه الكتاب والنزال ليقوم الناس بالقر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوم العظيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ظليتهما وجعلنا في ظليتهما النبوة والكتابة منهم مهفد وكثير منهم مرطا سكون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنزيل وآتيناه الإنزيل وجعلنا في قلود الذين اتبعوا مرأ فتروه ورقناه ورباني يسلب تدعونا ما كتبناها عليهم إن لبتغاء رخوان الله إن لبتغاء رخوان الله فما رعونا أفكر عايتنا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وتسير منكم فاسفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله قصور رحيم لألا يعلم أهم الكتاب لألا يقدرون على شيء من فصل الله وأن نلقص لديه ما يؤتيه من يشاء والله ذو القصف العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر